موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبها لنصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسقا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك والله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له وفي المسند وصحيح ابن حبان وصحاحه غير واحد صحاحه الألباني والمنذري عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته وفي لفظ لأحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة صحاحه الشيخ أحمد شيكش ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على مهجته التلف ولم يجد غيرها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال المباح ده مثلا مع الجوع فقط هو جائع ولكن لا يخشى نفسه الهلاك لا يخشى التلف وقد يكون مندوبا إذا لم يغلب على ظنه الهلاك ولكن يحتمل عنده فالأولى والأحوط أن يسعى لبقاء نفسه إذا كان هناك مرض وليس بهلاك فأيضا يكون مستحبا لكن إن عجز عن الواجب نتيجة امتنائه عن الرخصة وهو قادر على تناولها أثم فمن كان أمامه ميتة وهو مضطر جائع تركها حتى عجز عن القيام في الصلاة الواجبة كان ذلك إثما عليه وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فكذا لو كان يقاتل عدوا ولو ترك أكل الميتة لا عجز عن مقاومة العدو ومجاهدته لكان واجبا عليها أن يأكل قال ابن كثير واختلفوا هل يتناول منها فقدر ما يسد الرمق قدر ما يسد بالرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام ظاهر الآية أن مجرد المخمصة الجوع يبيح له أن يأكل حتى يسد الجوع وبالتالي فلا يلزم خوف الهلاك وقد جعل الله عز وجل في الناس جبلة الجوع حتى وإن لم يعلموا تفاصيل ما يحدث في أجسامهم عند قلة الطعام مما قد يترتب عليه الهلاك ليكون ذلك ضاغطا عليهم في أن يأكلوا ليس ذلك إلى اختيارهم المجرد فلذلك نقول إن وجود الجوع مبيح في حد ذاته وبالتالي فالذي يسد الجوع هو الذي يشبع الذي يسد الجوع هو الذي يشبع وبالتالي فنحن نقول بجواز الشبع وكذلك أمر التزود ثبت به الحديث الذي في حوت العنبر في سرية أبي عبيدة لما نفذ طعامهم وقذف الله لهم حوتا عظيما وقالوا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطررنا لم يكونوا يعلموا أن ميتة البحر جائزة أصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم كذلك وأكلوا منه وكانوا يغرفون منه من دهنه بالدلاء ويقفون في قار عينه وجففوا من لحمه أيضا وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم من شيء والحديث الشاهد منه أنهم كانوا يرون أنفسهم مضطرين وتزودوا ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلتم ذلك بل وإن كانوا تبين أن هذا ليس بمحرم حتى يحتاجوا إلى استعمال آية المضطر أو الاستدلال إلى آية المضطر ولكنهم ظنوا ذلك واستدلوا بها وادخروا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم فليس الادخر هنا إلا لغلبة الظن أنه سوف يحتاج إليه أما إذا غلب على ظنه أنه يأتي غدا ما لا يحتاج فيه إلى الميتة فلا يلوز أن يدخل العبرة بغلبة الظن في استمرار الحاجة والضرورة قال وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن أكل طعام الغير مع ضمان غيره وفي قول مع عدم ضمانه بلا شك أولى من أكل الميتة وذلك أن المسلمين واجب عليهم أن يتعاونوا ولا يدوز لمسلم عنده فضل طعام أن يحبسه عن مسلم جائع لا يجد ما يسد به جوعة وأقصى ما يقال في ذلك أنه عليه بدله والآكل معذور في هذه الحالة وكذا تناول الصيد أقل ضررا ومفسدة من تناول الميتة والصيد في هذه الحالة يكون حلالا له مع ضمان بدله مع ضمان جزائه كما ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر مبني على الموازنة بين المفاسد مفسدة قتل الصيد وهي في الحقيقة مفسدة راجعة إلى حق الله سبحانه وتعالى بخلاف الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يلد طعاما ثلاثة أيام لا يلد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى ذلك جازله وقد روى الامام أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة قال إذا لم تصطبعوا ولم تغتبقوا ولم تجتفئوا بقلا فشأنكم بها قال ابن كثير تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين قال وصحاه الحكم على شرط الشيخين فتعقبه الذهبي وقال فيه انقطاع أنه بين حسان ابن عطية وبين أبي واقد لأنه في رواية عن حسان عن رجل عن أبي واقد قال المزي لم يسمع حسان ابن عطية عن من أبي واقد لذا قال ابن كثير لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان ابن عطية عن مسلم ابن يزيد عن أبي واقد به ومنهم من قال عن حسان عن مرفد أو أبي مرفد هذا الحديث مختلف في تصحيحه هذا دليل على أنه من وجد وجبة واحدة في اليوم في الصباح أو الغبوق ومن لم يجد بق لم يأكله كان مضطرا عن الحسن في كتاب سامرة كان فيه ويرزئ من الانطرار غبوق أو صباح فإذا وجد وجبة واحدة لم يأكل أكثر من ذلك روى ابن جرير عن الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى يحل الحرام قال إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجي أميرتهم مرسل وروا سبقت سبقت جرير في تفسير ابن جرير ابن جرير قال ابن كثير ومعنى قوله ما لم تستبحوا يعني به الغداء وما لم تغتبقوا يعني به العشاء أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها فاكلوا منها يروى تحتفئوا وتحتفئوا وتحتفوا وتحتفوا كما سبق روى أبو داود عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم قلنا نستبحوا ونغتبقوا تكلوا كم وقبة ألوه وقبتين قال أبو نائم فسره لي عقبة قده غدوة وقده عشوة قال ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحل وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم يعني بأكلوا كمي صغيرة جدا فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق هذا الحديث السابق قال له ها دك وأبي الجوع أبي دي زي أفلح وأبيه يعني فيها قسم ليس مقصودا كقسم ولكنه كتأكيد هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني حديث أخر رواه أبو داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها أمارضت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت ماتت النقا فقالت له امرأته أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكلها فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يونيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها قال استحييت منك حسنه الشيخ الألباني على ضعف يسير قال وقد يحتج به من يجوز الأكل والتشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه لاحتياج إليها هذا نص الكلام الذي ذكرناه غير متجانف لإثم يقول أي غير متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر سكت عن المتجانف للإثم ومنها قال غير متجانف للإثم ده المباح له يبقى المتجانف إيه لا يلوس بدأ يعمل إيه يتوب إلى الله يقول كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعصي يعني يسيب نفس يموت هو حد منعه من التوبة وإحنا قلنا له لازم يسيب نفس يموت توب لربنا وخد أنه إذا تاب إلى الله عز وجل فقد زال عنه وصف المعصي السفر الذي هو فيه سفر معصية يتوب إلى الله كان رأيه يقطع الطريق يتوب إلى الله من قطع الطريق وهنا يحل له أكل الميت قال الإمام أبو جعفر ابن جليل رحمه الله تعالى في قوله تعالى أسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكل مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يعني بذلك جل تناء أسألك يا محمد أصحابك ما الذي أحل لهم أكله من المطاق والمآكل فقل لهم أحل لكم منها الطيبات وهي الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله من الذبائح وأحل لكم أيضا مع ذلك أحل لكم مع ذلك صيد ما قد علمتم من الجوارح وهن الكواسب من سباع البهائم والطير سباع البهائم السبع ما يعد على غيره الكلاب المعلمة الكلاب المعلمة والطير والطيور التي تعلم أيضا سميت جوارح لجرحها لأربابها وكسبها إياهم أقواتهم من الصيد يعني مش عشان هي بتجرح الصيد بتجرح أهلها يعني بتكسبهم تكسب أصحابها يقال منه جرح فلان لأهله خيرا إذا أكسبهم خيرا وفلان جارحة أهله يعني بذلك كاسبهم ولا جارحة لفلانة إذا لم يكن لها كاسب ومنه قول أعشى بني ثعلبة ذات خد منضج ميسمه يذكر الجارحة ما كان اجترحا يعني اكتسب ومن ذلك قوله تعالى والذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقون اجترح السيئات حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات فاجترح بمعنى اكتسب وترك من قوله وما علمتم أي وصيد ما علمتم ترك صيد ما علمتم من الجوارح اكتفاءا بالدلالة ما ذكر من الكلام على ترك ذكره وذلك أن القوم فيما بلغنا كانوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بقتل الكلاب عما يحل لهم اتخاذه منها وصيد وصيده فأنزل الله عز وجل عز ذكره فيما سألوا عنه من ذلك هذه الآية فاستثنى مما كان حرم اتخاذه منها وأمر بقنية كلاب الصيدي وكلاب الماشية وكلاب الحرث وأذن لهم باتخاذ ذلك يعني ونهاهم عن قتل الكلاب ولم يأذن لهم في اتخاذ شيء من الكلاب إلا لهذه الثلاثة عن أبي رافع قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه فأذن له فقال قد أذننا لك يا رسول الله فقال أجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جبريل يا رسول الله قال أجل ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب قال أبو رافع فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فجاءوا فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين إسناده فيه ضغف وعلى هذا الأمر ثبت نسخه الأمر بقتل الكلاب ثبت نسخه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالهم وللكلاب لكنه لم يجز اقتناء كلب إلا كلب صيد أو زرع أو ما شيئا قولوا قولي هذا وأستغروا الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين